السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ومحمد وعلى آله وأصحابه وأشهد أن لا إله من الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بعد حياكم الله أخواني خواتي في برنامج آية وفايدة لا زال كلام موصولاً عن هذه الصورة العظيمة أطول صورة في القرآن سورة البقرة نذكركم بأن تحرسوا على قراءة هذه الصورة كما أوصل نبي صلى الله عليه وسلم فإنها تداف عنك يوم القيامة وتضلك جوم القيامة وتضيء لك الظلام يوم القيامة هذه الصورة جاء فيها مواضيع كثيرة من هذه المواضيع ما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا من القصص التي نستخلص منها العبر والفوائد يعني على سبيل المثال قصة آدم عليه الصلاة والسلام التي نستخلص منها أمر مهم جداً شنو هو؟ أن الشيطان عدو لنا مبين فأحذر أيها المسلم أحذري أيها المسلمة أن تسمعوا كلام الشيطان وأن تصغله ليش؟ لأنه هو الذي أخرج أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة سبحان الله كذب عليهم وأغراهم سبحان الله ويعني الإنسان نفس بشرية تضعف وتقوى فهذا الشيطان سبحان الله يتسلط على الإنسان خاصة الإنسان المؤمن أن المسلم الصادق والصادقة يتسلط عليك ويأتيك ويوسوسلك ليش؟ لأنه يريد أن يبعدك عن طريق الحق وعن طريق النور والهداية ما يحب الشيطان يتشوفك أنت ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى الشيطان ما يحب أن يشوف الناس ملتمة على بعضها خاصة الزوج والزوجة أهم شيء عنده إبليس هذا الشيطان الرجيم الضعيم أهم شيء عنده أن يفرق بين الأزواج سبحان الله طيب لذلك هذه الصورة جاءت تبين لنا عداوة إبليس القديمة من الإنسان الأول هو آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام ويشوف شلون وسوسلة حتى أخرجه من الجنة فشنو معناته؟ معناته يجب أن نعصي الشيطان ونطيع الرحمن أيضا في هذه الصورة قضية أنه سبحان الله الحرب بين الحق والباطل الحرب بين الحق والباطل في قصة طالوت وجالوت والأمر المهم جدا من هذه القصة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله طيب شنو معناته هذا الكلام؟ معناته أنه مو شرط القوي في موازيننا هو اللي دائما يغلب لا ليش؟ لأن النصر فقط من عند الله كما قال الله سبحانه وتعالى وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يعني هذه قضية مهمة في التوحيد وفي الإيمان أن النصر فقط من عند الله والشفاء من الله وإذا مردته فهو يشفين وكذلك المغفرة مغفرة الدنوب ما يغفر الدنوب ترى إلا ربنا الرحيم الغفور الغفار سبحانه وتعالى طيب وانا يا خواتي شنو يتعلمنا ما نقرأ هذه الآيات؟ الدرس العظيم اللازم يتعلمه والفائدة الكبرى أن الإنسان يلجأ دائما إلى الله سبحانه وتعالى تبي شفاء؟ اطلب الشفاء من الله فقط واحد يقول شون يعني ما أروح للمستشفاء؟ لا اذهب وهذا المطلوب تداو عباد الله ولا تداو بحرام هذا الدكتور يعطيك العلاج يسوي لك عملية يعطيك الدواب يصيك بأغذية معينة تأكلها تبتعد عنها أخرى لكن أن يعطيك الشفاء أبدا لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه وفي رطيته أذهب الباس رب الناس اش في أن تشاف لا شفاء إلا شفاءك؟ شفاء لا يغادر سقما أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسيرا إذن هذه الصورة تعلمنا قضية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحده وأن الإنسان قوي بالله وهو ضعيف بغير الله مهما بلغت قوتك مهما كان عندك من الأموال والجنود والبيوت والسيارات والأسلحة فأنت ضعيف لأنك غير مستند إلى الله سبحانه وتعالى أنت لا تأوي إلى ركم شديد أما الإنسان المتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو دائما قوي سبحان الله هذه هي القاعدة التي نريد أن نستخلصها من هذه الصورة وكذلك من كل القرآن أن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو وحده سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء بيده النصر والشفاء والسعادة كل شيء يديد الله سبحانه وتعالى إذا سألت فأسأل الله دائما هذا سبحانه وتعالى الذي يعطيك أما يجيب المضطر إذا دعاه إذن في قضية أقائدية مهمة أيضا كذلك من الفوائد التي نجدها في هذه الصورة أن سبحان الله هذه الدنيا يكون فيها فوز وخسارة وفي ناس من المسلمين قد يعني يجبنوا وفي ناس لا يثبتوا مثل قصة اللي هو طالوت وجالوت سبحان الله إن قائدهم اختبرهم فمنهم من نجح وفاز وعبر ومنهم من فشل سبحان الله هكذا الدنيا ابتلاءات فعلى المسلمين يكون جاهزا لهذه الابتلاءات وشون أنا يكون جاهز بالابتلاءات ما أركن إلى نفسي وما أثق بنفسي إياك إياك أن تثق بنفسك لأن الإنسان الذي يثق بنفسي هذا خاسر واحد يقول شلون يعني شون ما أنا أثق بنفسي الدعاء لعلمنا ياه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم ومساء كل ليلة أن نقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين شو معنات ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يعني يا رب أنا ما بأكون واثق بنفسي أنا بأكون واثق فيك يا رب فقط لأن الإنسان إذا وثق بنفسه وتوكل على نفسي فهو خاسر لكن أنا لما أستيقظ من الصباح متوكلا على الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث جميل ونطيف والله لو أنكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغلو خماصا وتروح بطانا إذا كان عندنا توكل على الله سبحانه وتعالى حقيقي حق توكله شنو معناته حق توكله يعني ترى أنا سيارتي ومنافسي وعلمي وشهادتي من الله سبحانه وتعالى إياك أن تقول هذا بجهدي ليش لأن الإنسان إذا توكل على نفسه يخسر لا يجوز الإنسان أن ينسى رب الله عليه مثل ما فعل الله سبحانه وتعالى بقارون لما أنكر نعمة الله سبحانه وتعالى قال إنما أوتيت وعلى علم عندي هالأموال هذه اللي تشوفونها ترى أنا اللي جمعتها بعلمي وجهدي وا 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 سبحان الله فاش سوى في رب العالمين خسف به الأرض فخسفنا به وبداله الأرض سبحانه وتعالى هذه عقوبة الإنسان الذي يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام بعد صلاة الفجر وكان الليلة اللي سابقة لهذا الفجر قد نزل المطر فقال أتدرون ماذا قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن به كافر بالكوكب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حق التوكل عليه أزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته